أكد القرار 1254 الخاص بالأزمة السورية تأييده بيان جينيف وبياني فيينا كأساس لانتقال سياسي بقيادة سوريا كما شدد على أن الشعب السوري هو ما سيقرر مستقبل بلده من أجل إنهاء الصراع القرار طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بالمساعي والجهود لدعوة ممثل الحكومة السورية والمعارضة إلى مفاوضات رسمية بشأن عملية الانتقال السياسي وأعرب عن دعمه للعملية السياسية بقيادة سوريا وبرعاية الأمم المتحدة خلال مدة ستة أشهر على أن تحدد فيها طبيعة الحكم وصياغة الدستور والدعوة إلى انتخابات حرة نزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة كما شدد على وقف سريع ودائم لإطلاق النار وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وجبهة النصر والمجموعات الإرهابية الأخرى والقضاء على الملاذ الأمن الذي أقامته تلك الجماعات في سوريا القرار دع جميع الأطراف الدولية إلى تسهيل دخول المساعدة الإنسانية لسيما إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين وإيقاف استهداف المدنيين وطلب أيضا بتهيئة الأجواء الأمنة لعودة اللاجئين والنزحين داخليا إلى مناطقهم وتأهيل المناطق المتضررة وإعادة إعمار سوريا